سوف نتحدث عن برنامج العمل الأفضل ما هو الموضوع الأهم في هذا البرنامج هذا المشروع عمل أفضل مشروع بين مؤسسة التمويل الدولي ممثلة للبنك الدولي ومنظمات العمل الدولي وقد تم تطبيق في بنك لديش كان هناك مصنع قد انهار كان هناك عدد من الضحايا لأن هذا المصنع لم يلتزم بقواعد الصحة والسلامة المهنية وبالتالي تم تطوير هذا البرنامج لتعميمها عبر مختلف الشركات نحن نكون بتقديم الدعم العديد من الشركات خاصة في قطاع الغزل والنسيج ويتم رفع الوعي لدى هذه الشركات بشأن قواعد العمل القضاء على عمالة الأطفال الحفاظ على صحة وسلامة المهنية وأيضا القواعد المتعلقة بصحة وسلامة المهنية ونعمل على زيادة الإنتاجية كيف يمكن زيادة الإنتاجية في العمل وتشجيع على القيام بالحوار المجتمعي بالنسبة للموظفين والعمال وكيف يمكن العمل تحسين الإنتاجية والقدرات لدى الموظفين والمؤسسة ككل لزيادة الإنتاجية هذا باختصار برنامج عمل أفضل لأن جزء من سلاسل الإمداد التصنيع والشركات التي تقوم بشراء المنتجات في الأسواق العالمية مشاركة هو يتضمن كل شيء هو يمثل جزء من قضية عالمية لتقديم الدعم للشركات في مصر هل يتم تنفيذه في عشر دول نعم نحاول أيضا أن نكون بتوصيان نطاقة وزيادة عدد من الدول أعتقد أن البرنامج مهمة للغاية في مصر تحديدا خاصة أن مصر مهتمة بالبيئة العالمية نعم شركات متعددة الجنسيات وشركات كبرى تعمل على توصيع التعاون مع شركات التي تتعاون معها والتي تحترم هذه المبادئ وبالتالي هذا مهم للشركات مشروع عمل أفضل يتماشى مع المبادئ المنظمة واتفاقياتها العنصر الثاني قدرات العمال كيف يمكن أن نعمل على ذلك قدرات الموظفين والعمال نحن نشجعهم على مناقشة المناقشة والحوار فهذا أمر مهم لأن يكون للعمال القدرة على الحوار مع أصحاب العمل على المستوى الوطني على مستوى الشركة ومستوى الوطني التي يتعلق بالأجور وظروف العمل وفي النهاية هي منهجية يستفيد منها الجميع لتحقيق تحسين فيما يتعلق بالإنتاجية للشركات والعمال أيضا تحسين في الأجور والحماية وحوادث أقل وبالتالي تكون هناك بيئة عمل أفضل التحد العالمي للعمال أيضا يشارك بمستوى محتفى مع الشركات حتى يكون هناك مشاركة لأصحاب العمل وحوار مجتمعي بينهم جميعا يمكن أن نقدم لهم الدعم الفني والقدرات الفنية للتفاوض والحديث عن بعض الأمور الأساسية الحماية الاجتماعية والسلامة المهارات المطلوبة الصحة والسلامة المهنية قانون تنظيم الاتحادات العمالية هذا هو الأنصر الثالث هل هناك إضافة للعمال هنا في مصر من خلال هذا القانون وأيضا لأصحاب العمل النسخة الأخيرة من هذا القانون تطورت وعلى مستوى مختلفة حيث كان هناك بيئة لهم لأن يتم تأسيس هذه الاتحادات وأن يكون هناك مزيد من الحوار خاصة في القطاع الخاص حيث الاتحادات كانت ناشطة في الماضي وبتليل لديهم فرصة لتنشيط الحوار المجتمعي مع الشركات وبنسبة لأصحاب العمل سيكون هناك جهة يمكن الحديث معها بشأن الشؤون الخاصة بالشركة والعمال وظائف كريمة للشباب هذا المصطلح ماذا يعني؟ هل هناك وظائف كريمة ووظائف أخرى غير كريمة؟ بالنسبة للعمل الكريم فنحن نعمل من خلال هذه المبادرة على خلق فرص عمل كريمة ما الذي نقصده بذلك أن تكون هناك وظيفة بأجر كريم وبظروف عمل كريمة فليس مسألة العمل بدون مقابل أو الإكبار على العمل أن يكبر الأطفال على العمل هذا ليس عمل كريم الأطفال لابد من حمايتهم وأن تكون هناك أجور كريمة بيئة جيدة نعم تماما أن تكون هناك بيئة جيدة القضاء على المخاطر نعم تقليل الحوادث ستخلص من التمييز أن يتم التعامل مع الرجال والسيدات بنفس المستوى ويطلقون نفس الأجر هذا ما نقصده هذه النقطة مهمة للغاية وهذا يجعلني أسألك عن المساواة بين الجنسين في سوق العمل لماذا تبتسم؟ لأنك تبتسمين أيضا المساواة بين الجنسين هنا في مصر الجهود المبدولة على أرض الواقع حتى الآن ما رأيك فيها؟ أعتقد أن هناك التزام من قبل الرئيس ومن قبل الحكومة ومن قبل المجلس القومي للمرأة ومؤسسات تنكين المرأة نحو العمل على المساواة بين الجنسين هذا تحدي كبير نعم ولكن هناك أيضا عدد من السيدات يتقلط من منصب كبيرة في الحكومة وهذه أمثلة جيدة وبالتالي هذه الأمثلة الجيدة تشجع السيدات والفتاة لاختراق سوق العمل البحث عن وظائف أفضل ومناصب أفضل ونحن هنا لتقديم الدعم للحكومة والشركاء بمختلف أنواعهم لتشجيع السيدات وإشراكه هنا أكثر في سوق العمل وإتاحة فرص أكبر لهن ليس فقط الحصول على عمل أساسي ولكن أن تتقلط مناصب كبيرة رئيس تنفيذي ورئيس للشركة الحماية الإجتماعية للموظفين للعمال في مصر ما رأيك في هذه الجزئية هنا في مصر؟ هل نحتاج أكثر من الجهود المبذولة؟ لا يزال هناك أفراد خارج هذا النظام بالنسبة للاقتصاد الرسمي والنظام الإجتماعي المنظمة تعمل مع وزارة التضامن الإجتماعي وهناك أثر تعاون مختلفة نعمل معهم على الحماية الإجتماعية لتوسيع نطاق الحماية لتغطية مزيد من الأفراد ولتوسيع نطاق الحماية ولتوفير فوائد أكثر وأيضا العناية بمن هم خارج هذه التغطية نحن نعمل مع عدد من الشركاء مع الحكومة مع شركاء دوليين مع اليونساف وشركاء وطنيين لنرى كيف يمكن أن يتم توسيع تغطية الحماية الإجتماعية هل هناك تعاون بين المنظمة وبين وزارات عدة وما هو نوع هذا التعاون أيضا؟ نحن نعمل مع العديد من الهيئات في مصر على المستوى الحكومي الشركاء الرئيسيون وزارة القوى العاملة لأنها تتعامل مع كل ما يتعلق بالعمل وممثل العمال وأصحاب العمل وأيضا نعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي واتحاد الصناعات وزارة المالية التعاون الدولي وزارة الشباب والرياضة المجلس القومي للمرأة مجلس أيضا الماني بذوي الإعاقة والشركة الرئيسي وزارة القوى العاملة أيضا نعمل مع مستمد أيضا عبر شركة قوية ترجمة نانسي قنقر